بينما يتواصل إعداد النظام السوري لارتكاب مجازر جديدة في محافظة إدلب تكشف تقارير إعلامية عن وثيقة أمريكية تقر ببقاء الأسد في السلطة مقابل عدة مطالب أمريكية الوثيقة نوقشت في بروكسل مع بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة السورية وكذا مع مسؤولين أوروبيين كما ستطرح على المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا أثناء مباحثات جينيف واشنطن ضمنت الوثيقة عددا من البنود لحل الصراع في سوريا حسب الرؤية الأمريكية التي تناقض تصريحات إدارة ترامب ومن قبله أوباما فيما يتعلق ببقاء الأسد في السلطة فالمشكلة في رأي البيت الأبيض وفقا للوثيقة الجديدة لا ترتبط بمجازر ارتكبها النظام وأودت بحياة ما يزيد عن نصف مليون سوري لكنها ترتبط فقط بعلاقات النظام السوري بإيران فإذا قطع النظام علاقاته معها كان ذلك بمثابة سك غفران أمريكي عما اقترفه ضد شعبه من آثام ولحل أزمة اللاجئين السوريين والتخلص من عبئها غربيا فإن الوثيقة الأمريكية تطالب من ضمن بنودها بتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين طوعيا ناسية أو متناسية تراكمات أكثر من سبع سنين من الحرب التي خلفت دمارا واسعا في المدن والبلدات السورية التي تستحيل معها عودة اللاجئين على المدى القريب أو المتوسط هذا إن أمنوا على أرواحهم حال عودتهم ومن باب ذر الرماد في العيون فإن الأمريكيين يطالبون في وثيقتهم بتنفيذ إصلاحات في الدستور السوري بينها تعديل صلاحيات الرئيس وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة وإصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في الحكم وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ومن ثم يصبح نظام الأسد قابلا لحكم السوريين أو بالأحرى من تبقى منهم في سوريا أو على قيد الحياة